ودايما المزيع اللي بيتكلم دلوقتي يتحدث عن أنه لازم تحصل شراكات اقتصادية ضخمة بل وأكثر ضخامة مما حدث في منطقتنا بالكامل الموقف دايما لازم يبقى وين وين يعني لازم يبقى فيه عندنا استثمارات وعلاقات اقتصادية مشتركة مصر والإمارات ويبقى مصر وكل دول مجلس التعاون الخليجي مصر والإمارات، مصر والسعودية، مصر والقطر، مصر والبحرين، مصر وسلطنة عمان مصر والكويت، مصر والعراق، مصر وسوريا، مصر ولبنان، الأردن، فلسطين، ليبيا قريبا بإذن الله تستقر السودان بإذن الله ويحصل المزيد من الشراكات أيضا مع تونس، أيضا مع الجزائر، أيضا مع المغرب، موريتانيا، الصومال، جيبوتي وهكذا يا سلام سلم لو قدرنا أن احنا نصل بحالم من الأحوال وفي وقت ما لما قد يطلق عليه السوق العربية المشتركة نواة، زي بالظبط نواة الاتحاد الأوروبي كانت السوق الأوروبية المشتركة في وقت من الأوقات لحد ما اتفقوا فيما بينهم البعض، بينهم وبعضهم البعض، إنهم ما يصلوا إلى الاتحاد الأوروبي فتبدأ تتشال الحواجز الجمهورية، تبدأ تتشال الحواجز المتعلقة بتأشيرات الصفر يبقى فيه عندنا بنك مركزي موحد وده وعملة واحدة إلى آخره أتمنى ذلك جدا، يعني من زمان كنا نتمنى إنه مجلس التعاون الخليجي يصل في مرحلة من المرحل إنه يبقى فيه عنده عملته المشتركة وبنكه المركزي المشتركة يمكن تكون الرابط، يمكن يكون قدامها شوية، الله أعلم أنا بالنسبة لي أتمنى إن أنا أشوف وقت من الأوقات سوق عربية مشتركة أولاً بتوحيدات جمهورية وتوحيدات في الرسوم تزال هذه الحواجز إلى آخره هل هذا الكلام سوف يرضي الغرب؟ لا، لن يرضي الغرب على الإطلاق لكن هو أمر واقع بالمناسبة السوق العربية المشتركة وحتى الاتحاد الأوروبي فيما بعد ذلك ما كانوش أصلاً محط رضا الولايات المتحدة الأمريكية خالص، بل بالعكس كانوا بيحاولوا قدر اللي استطاعوا أنهم يدمروا هذا الاتحاد وبالمناسبة، والحد دلوقتي والحد دلوقتي، مش عاوزين للتحاد تقوم له قائمة ولازم ترجع بنفسك تتابع بالضبط كده المشاكل بتاعة البريكسيت واللي قدت ليه خروج بريطانيا من هذا الاتحاد فكانت، أو كان هذا الإجزت أو هذا الخروج على سبيل المثال ولازم تشوف اللي بيحصل في الحرب الروسية الأوكرونية وتعرف أنه المستفيد الوحيد من وراء هذه الحرب كانت وقت المتحدة الأمريكية والخاسر الأكبر منها هو الاتحاد الأوروبي وشكده الاتحاد الأوروبي أصبح يفكر جنوباً يتجه جنوباً ينظر إلى الدول بتاعة منطقة الشرق الأوسط ومن أبرزها إحنا مصر وعليه العلاقات عالية التميز الشراكات الاستراتيجية اللي ما بيننا وما بين سائر الدول العربية هي مسألة لازم تبقى حكمية ترجمة نانسي قنقر